السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازايكو حبايب قلبي عاملين ايه? يارب تكونوا بقال في خير. الله على الجزر وجماله. عملنا النهاردة مربة جزر بطريقة سهلة خالص. اخترقنا بها كل قواعد المربات. وعملناها من غير بشر. بطريقة سهلة خالص. في الخلاط. ايوة مربة في الخلاط. نشوفي حبايب قلبي الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي? شايفين النتيجة بتاعتها? جميلة جدا وتحفة. ورحتها جميلة جدا. نشوفي حبايب قلبي الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي? ندخل الفيديو نكمله الاخر. نحط لايك للفيديو عشان الفيديو يترفع ويوصل للكل. واللي مش عامل متابعة ينزل يعامل متابعة علشان يوصل له مننا كل جديد. يلا نسمي الله ونصلي على الرسول ونشوف الوصفة الجميلة دي عملناها ازاي? بكل سهولة هتقومي تعمليها من غير ما تتعبق ديكي ولا تاخد وقت معاك. يلا حبايب قلبي بسم الله. يلا حبايب قلبي بسم الله نبدأ وصفتنا النهاردة للمربة الجزر هنعملها بطريقة سهلة خالص هنختار كل القواعد اللي متعودين عليها بس الاساسي في المربة السكر والمادة اللي احنا هنعملها بها سواء كانت فراولة برطقان بقى جزر اي حاجة انت هتعمليها تين? اي مربة انت هتعمليه. احنا النهاردة هنعمل المربة بتاعة الجزر بشكل مختلف خالص. مش هنتعب نفسنا ولا هنعملها في الكبه بطريقة سهلة خالص. احنا جايبين هنا الجزر حوالي ده حوالي كيلو نص طبعا متعشر ومخصول كويس جدا. انا هاخده كده هو زي ما هو هلبي لكده هقطعه حتة حتة وافرم في الكبه. مش هبشوره. عايز تبشوري تقدري تبشوري براحتك. بس قبل ما نعمل الخطوة دي نروح نجهز الشرباط. هنجيب هنا كده على النار هنجيب اربع كبيات مية عادية خالص وعليهم اربعة كبيات سكر. المية قد السكر. ونعصر عليهم لمونة كاملة. لمونة كاملة كده حلوة نعصرها عليها. نقلبهم بقى كده ونسيبهم على النار لحد ما يغلي ونروح نبشر الجزر بتاعنا مش هنبشره قولنا هندربه في الكبه. كده حبايبي بقى انا اكسرت الجزر كله كده قطعته كده طبعا تقطيع عشوائي وهفرمه في الكبه. انا ورده لكو كده علشان تتأكدوا ان هو مش هيتبشر. انا هفرمه في الكبه. ارجع لكو بقى بعد ما افرمه عشان الصوت مايزهرش ودايقكم. ودي النتيجة بتاعته حبايبي قلبي شايفين مش ناعم قوي ومش خشن قوي. المجروش كده. اه طبعا الجزر ده حبايبي قلبي كل لو طريقته. انا الطريقة دي يعني كنت الاول بعمله زي زي اي حد عادي خالص. مبشور عادي. يعني كنت ببشوره وعمله بالطريقة التقليدية. فانا عملته كده مرة الصراحة يعني كنت مستعجلة وتعبان ومش قادرة اه ضبشر. فطلعت معي النتيجة هايلة. النتيجة جميلة جدا. فقررت اعملو معاكم ع القناة ونشوف الطريقة ديا وسهلها على الناس كتير. بدل ما تقوضي تبشور وتتعيب في قلبك. لا اعمليه في الكبه وهيرياحك كتير. وهيديكي نفس النتيجة ويمكن احسن كمان. نيجي هنا بقى للشربط هنسيبه حوالي ربع ساعة يغلي. اه لازم تسيبير ربع ساعة يغلي. هنحط بقى علي كمية الجزر اللي احنا بشرنا. انا قلت حوالي كيلو ونص كده. زي ما قلت لكم. انا مش وزناها بالزبط بس تقريبا كيلو ونص. بسم الله الرحمن الرحيم. لو في ريم ظهر في السكر وانت بتعمليه شليه بالمعلقة. هتقلبي بقى كده هوا. ولو تطلع معاكي ريم هتشليه بالمعلقة. هتسيبه بقى اعلانات هادية خالص لحد ما يستوي. طبعا في ناس بتعمل بتسلق الجزر الاول وتغليف شوية مية وترمي المية وبتبدأ تتعامل معاها بالسكر. طبعا انا مش بحب الطريقة دي لان كده فوائده كلها بتترمي في المية. احنا هنحطه كده على طول على الشربات وهنسيبه لما يستوي فيها. على نار هادية بقى خالص حبايب قلبي. لحد ما يستوي ونرجع لكم تاني. طبعا انت شايفة الشكل كده بتقالك انه هو صيص ما تخفيشي. انا برضو كده خضيت في الاول كده. لكن لما سبت استوك تلع تحفة. هنشوف النتيجة النهائية معاها في الاخر شكلها ايه? تشيل الريم كده هول لي بيزهر بالمعلقة كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نسيبه بقى براحته خالص حبايب قلبي كده لحد ما يربط وارجع لكم بعد ما يربط ونشوف شكل النهائي ايه? خلاصي حبايب قلبي كده اتعقد تهيا. شايفين جمالها? شايفين هي عاملة ازاي? ما شاء الله. آآ انا عايز اقول لكم ان حطيت فيها كم مواد قرنفل كده علشان يديها ريحة حلوة وكمان شوية فانيليا. نص معلقة فانيليا. شايفين حبايب قلبي عاملة ازاي? جملة جدا. آآ نسيبها بقى تهدى ونعبيها. لو انش هتخزينيها بارطمالات معقمة تخسيها كويس وتنشي فيها وتعقميها حلوة او تحطها في ميكويف على 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 وشها كده لحد ما تنشف خالص وتتعقم وتعبيهم وتريقنيهم يعودوا معاكي طول السنة. انا هعبيهم انا مش هخزينها انا هعبيها بنجرجرها على طول. هعبيها في آآ آآ تلاجع عادية خالص ونشتغل منها على طول. ابسط مربة جزر جميلة جدا ومغزية لولادك. ام يلا اعمليها من غير ما تتعبي نفسك. بكل سهولة هتديك نتيجة هايلة. اعبيها كده في في العلبة ونغطيها وحطها في التلاج. تقعد معايا فترة طويلة. طول ما انتي بتحفزي عليها وانتي بتفتحي العلبة ما بتحطيش المعلقة كل نظيفة ونشفة بشجرها اي حاجة معاك. وبكده حبيبي تكون خلصت وصفتنا اتمنى تكون عجبتكم. ما تنسونيش بقى من اللايك وششاب وسبسكريب للقناة عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم على خير في وصفة تانية ان شاء الله.